كذا مرة الطالب الولايات المتحدة بمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي وطالبت بمحاسبة إسرائيل بسبب سياساتها ضد الفلسطينيين لكن في المقابل امتنعت عن التصويت والاعتراف الأميركي بإبادة الأرمن على يد العثمانيين وكمان اعترضت على مشروع عقوبات أميركي ضد تركيا بسبب هجومها على شمال شرقي سوريا ومدينة رأس العين سابقة هلا بغض النظر عن الجدل اللي بتعملوا بالكونغرس الأميركي حول مواضيع تخص الشرق الأوسط وخاصة تركيا لكن حاليا الأميركية الصومالية الأصل المسلمة حليفة أردوغان متهمة حاليا بفضيحة الزواج الرسمي من شقيقها على كل نتفضلوا على الاشتراك وتفعيل الجرس وإن شاء الله تفاصيل السالفة بعد الشارع وياها لب الجميع حبايبي سعد أوقاتكم أتمنى تكونوا بخير سالفتنا اليوم حول المسلمة العربية المحجبة بالكونغرس الأميركي الهان عمر لكن كالعادة سأسرد لكم بعض المعلومات العامة عن بطلة السالفة الهان عمر هي أول امرأة مسلمة يتم انتخابها بالكونغرس إلى جانب رشيدة طليب الفلسطينية الأصل يعني اثنيناتهم حصلوا على لقب أول امرأة مسلمة تدخل الكونغرس مع بعض يعني فاتوا على الكونغرس بنفس الدورة الهان عمر من مواليد مقديشو بالصومال بسنة 1981 وبعد الحرب الأهلية ببلادها عيلتها هاجرت من الصومال بسنة 1991 وطلعوا على كينيا وعاشوا فيها لمدة أربع سنوات وبعدين التجأوا للولايات المتحدة وهي لساتها بعمرها الأربعة عشر سنة والمحروسة دخلت الحياة الأميركية من أوسع أبواب النشاطات ودرسة العلوم السياسية وبسنة 2016 تم انتخابها عضو ببرلمان ولاية مينيسوتا الأميركية وقتها كانت أول امرأة سمراء تفوز بعضوية ببرلمان مينيسوتا وبسنة 2018 تم انتخابها للكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي وصارت أول محجبة بالكونغرس الأميركي الهان عمر حاولت تناصر الحق وعدة مرات وبعدة مناسبات طالبت بإجراءات ضد إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين ومؤخرا كمان اقترحت مشروع بالكونغرس لمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وصرحت أن معاقبتنا لابن سلمان اختبار لإنسانيتنا بس في المقابل اعتردت على مشروع عقوبات بحق عسكريين في تركيا يلي حاربت يعني عملت عملية عسكرية على مدينة راس العين بشمال شرقي سوريا وكانت من القلاءة جدا يلي اعتردوا على اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن بالإبادة الأرمانية على يد العثمانيين ليش أتاري طلعت المحروسة على علاقة وطيدة مع تركيا وحسب قناة الحرة الأميركية الناطقة بالعربية يبدو هالعلاقة بلشت من سبتمبر 2017 لما اجتمعت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلف أبواب مغلقة أثناء زيارته على نيويورك ومن دون معرفة أو الإعلان عن فحو اللقاء بين الاثنين لكن صحيفة توزمو تايمز أشارت أن الطرفين أردوغان آبي وإلهان هانم توصلوا إلى اتفاق حول تأمين الدعم التركي للصومال مقابل أن إلهان تشتغل على تحسين صورة تركيا أو رئيسها أردوغان بالأوساط الأميركية يعني على مبدأ مصالح سياسية متبادلة أو بتعبير أوضح حكي اللي حكي لك وبعدها شبكة سي بي إس منيسوتا الأميركية طالعت بتقرير أن إلهان عمر جمعت مليون ومئة ألف دولار خلال شهرين ثلاثة فقط بسنة 2019 وتسألت شبكة بإحدى مقالاتها لها أنه كم من هذه الأموال مرتبط بالدعم الموثق لتركيا وقطر لممثلتهم المفضلة إلهان عمر وبالفعل إلهان هانم نشرت مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست الأميركية لصالح السياسة الخارجية التركية وأن حسن العلاقة الأميركية مع تركيا رح يكون بمثابة دعوة لحقوق الإنسان والعدالة والإعلام الحكومي التركي كمان ناشر عنها عشرات التقارير والموات وأن هالحرمي مثال للمسلم المجد النشيطة والشطورة الهم ما علينا هاي كانت لمحة عن إلهان هانم وعلاقاتها السياسية مع تركيا بعد الفاصل رح نحكي عن سالفة الفضيحة الأخيرة للمحجبة الأولى في الكونغرس وهو أنه جوزها السابق يلي أعلنت عنه هو أصلا شقيقة أخوه إلهان عمر اتزوجت بسنة الألفين واثنين يعني كان عمره واحد وعشرين سنة جوزها كان اسمه أحمد حرسي 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 ما أعرف والله رزقهم بطفلين اتنين كمان وقدموا على وراء الزواج مشان يثبتوا زواجهم بشكل رسمي وقانوني لكن الوراء ما اكتملت ليش؟ لأنه بسنة الألفين واثنين اتطلقوا بعد الطلاق بعام واحد بسنة واحدة يعني بسنة الألفين وتسعة اتزوجت إلهان من شاب تاني اسمه أحمد أنور سعيد وكان معه جنسية بريطانية بس زواجهم بسنة ونص يعني بعد زواجهم بسنة ونص اتطلقوا وما صار عندهم ولاد يعني طلاقها من زوجها تاني صار بسنة الألفين ويضاعش وبنفس العام يعني بسنة الألفين ويضاعش رجعت لحد جوزها السابق أحمد حرسي ورجعوا سمني على عسل وجابوا طفل تالت كمان باعتبار مسبقا كان عندهم طفلين قبل الطلاق وبسنة الألفين ويضاعش جديد سبتوا زواجهم بشكل رسمي ولكن بسنة الألفين ويضاعش في عندها طبعا مدير حملتها الانتخابية الأميركي تيم باينت زوجته هو كمان متزوج زوجته طلعت وقالت أنه هي عم تشك أنه زوجها تيم عم يخونها مع مديرته إلهان إلهان طبعا نفت هاي الإشاعات أنه لا هو مجرد مستشار عم يشتغل معي وأنه مدير حملتها الانتخابية وما فيك شي ولكن فيما بعد بالفعل إلهان ردت اطلقت من زوجها أحمد حرسي وهذا تيم كمان إجا خبر زوجته أنه بالفعل شكوكك كانت صح وعندي علاقة مع إلهان وهي اطلقت من زوجها وأنا كمان بدي أتركك مشان أنا والإلهان نتزوج وبالفعل المنظوم ترك زوجته وأبنهم يلي كانوا عمره 13 سنة وإجا تزوج عشيقته إلهان بعد ما طبعا إلهان كمان مرة ثانية تركت زوجها الأولاني لهون الموضوع عادي جدا وحرية شخصية وحياة شخصية مع أنه بهيك سوالف لكن والعياز بالله من سنة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI يبدو وصلت لهم معلومات هون وهنيك والفار صار عما يلعب يعبون وشكوا أنه الزوج الثاني لإلهان هو في الحقيقة أخوها شقيقها من أمه وأبوها هلأ خبرتكم أنه على الأساس هي تطلقت بسنة 2008 من جوزة الأول وفي 2009 تزوجت من الثاني ويا دوب قبل ما يصيروا سنتين يعني على زواجهم اطلقوا وبنفس سنة الطلاق من الزوج الثاني رجعت لجوزة الأولاني وكمان جابت منه الطفل الثالث ها ها المهم هلأ بعد سنة من الشكوك والتحقيقات أنه الزوج الثاني هو في الحقيقة شقيقها أخوها مؤخرا نشرت صحيفة ديلي ميل تقرير وكشفت فيه أنه بحسب نتيجة شي تحليل لدين اي ما بعرف للشب أو إذا للبنت تبين أنه لحد الآن الهان وزوجها الثاني المفترض أحمد هنن أصلا أشقاء وبنسبة 99% بحسب التحليل طبعا المحروسة مو أنه تزوجت أخوها فيزيولوجيا وبيولوجيا والعياذ بالله لا لا بحسب صحيفة ديلي ميل الجريمة قانونية متعلقة بالأوراق الرسمية ومشان المنظومة تتحايل على قوانين الهجرة بأمريكا ومشان أخوها شقيقة يتمكن من الحصول على الإقامة الخضراء الأمريكية لحتى يقدر يكمل دراسته طبعا مع أنه معه جنسية بريطانية وهالشي يبدو قابل للتحقق ولكن بيصير بالتحايل قانوني في حال هي تقول أنه هاد هو جوزة وليس شقيقة وبسنة الـ 2009 يعني بنفس سنة الزواج المفترض الاتنين رايحين بالفعل على شيء كنيسة وكاتبين عقد زواج عند كان الكنيسة كمان كأثبات أولية على زواجهم بهذاك الوقت الهم بالفترة الجاي نتيجة الـ DNA النهائية رح تحسم هالجدل إذا كان طليقها السابق جوزها فعلا خير على خير أما إذا كان أخوها الحقيقي والعياز بالله وبصراحة يا ريت الموضوع يطلع غير صحيح فالعقوبة رح تكون أقل شي خمس سنوات سجن مع غرامة بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي طبعا عدل فضيحة والإجراءات البرلماني وهذه الشغلات وقتها إذا دخلت على السجن فيها تمارس كامل حقوقها كسجينة يعني بإمكانها تتفرغ لكتابة المقالات ضد الاعتراف بالإبادة الأرمانية أو تأييدا للحملة العسكرية التركية على شمال شرقي سوريا ومدينة راس العين وما حولها أو تكتب تحليلات تشجع فيها الولايات المتحدة على تقوية العلاقة مع تركيا أو تدعو إلى معاقبة ولي العهد السعودي محمد من سلمان هات حقها الطبيعي وجزء من حرية التعبير حتى لو كانت سجينة مشان قضية أخرى ليش؟ لأنه كل شيء لحال الاعتقال الشيء والرأي شيء تاني وبعدين المسكينة عملت هات حال في سنة 2009 ويبدو ما كان بالها أبدا بتاتا أنه شيء يوم من الأيام رح تصير عضو بالكونغريس ويصير إلا كل هاي الشهرة وممكن يعني تنكشف وتنفضح المهم كل شيء لحال والسلام عليكم